السلام عليكم راحة الله وبركاته من أعمال مشاكل اللي نشوفها في البم ان يبقى فيه بم أقل من لازم بيئة البم يعني في حاجات ما سمت عملهاش بم في حاجات بقى موضة 2D في معنىات ما تحططش فيه في حاجة نقصة العكس كده بقى ان يبقى بم أكتر من اللازم يعني بم أكتر من لازم يعني انت بعمالة الشعر في حاجات المستهدى من نهائي بشي استخدامها المستهدى بالنسبة لأعتبر المالك والبس اللي تمانش منك في حاجات هو بش عايزها يعني هو حتى هيخد منك ملافة اللي قوبي وياخد ال IFC فيه معلومات كده يزادها اللازم هو بش مستخدامها فانت لازم في الأول تبع عارف ايه اللي انت محتاجه يعني انت ممكن مثلا تبزل جوه دي كتير جدا في التسليح بينما هو اصلا مش مكتاب مجيء او بش هيخده من البم مثلا او انت عمل تبزل جوه دي وتحط معلومات مثلا في بعض العناصر وانت بسأل المشروع ما كنت تبقى متفق ان حاجات دي هسلمك LOD 100 لان مش هتفيد الفسادة منجم انت مش محتاجها انا في اتخاذ الكرار والحاجات دي كلها من الخبرة تبدأ بتعمل يعني حتى ان انا بعمل عادة اي شركات سيباعدة حاجة كده بقوله ايه دي استثناء مش هنوصل بيها ال LOD 500 لا في حاجة ممكن توصل ال LOD 400 حاجة توصل ال LOD 200 من خلال الخبرة ومن خلال الشغل مع الفسادة منجم من خلال الشغل في ادارة المشروع ببعرفين حاجات دي هتفيد جوهد من الشخص كبير جدا ومع ذلك مش هتبقى لعادة بتاعها قوت فبنبدأ ان نشوف ايه الحاجات على سبيل المثال مثلا السابورتات بتاع السيلينج تبزل جود كبير فيها ووتق الجهاز وفي نفس الوقت ليس هي اللي ممكن توقف شغلة انها سهل لانها 2 من هنر لانها 10 سم فشيئة مشاكل كتير فلازم من الاول ابعرف ايه الحاجات اللي تاني حلها ببسيط ان انا اقعد مع الناس في الاجتماعات وعارف كل طرف ايه المعلومات اللي هو محتاجها وايه المعلومات اللي هو مش محتاجها بحيث اركز على ان انا هحط كل المعلومات اللي تفيد المشروع والاتفيد الفسط المانجمي والاتفيد المالك اللي تفيد اطراف المشروع اللي شغالين معي